موسيقى يالا مرحبا فيكم مشاهدين قناة الريان في برنامجكم عيدكم مبارك عيدكم مبارك برنامج يطلع عليكم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك مشاهدين الكرام مستمرين معاكم في استقبال اتصالاتكم وتهاني العيد وأكيد راح تكونون معنا في فقرات مميزة وأيضا أسئلة وأجوبة راح تربحون من خلالها جواز مقدمة من قنوات الريان الفضائية محبين التواصل الاجتماعي والتصوير ما نسيناكم احنا على موعد معاكم لاستقبال صور وأجواء وفعليات العيد عن طريق برنامج الانستقرام أكيد عندنا فعليات كثيرة راح نقدمها لكم اليوم في حلقتنا الأخيرة لكن قبل أن نبتدي خلونا نروح نشوف هذه الإغنية نرجع لكم مرة ثانية عيدكم مبارا عساكم من عوادة عيدكم مبارا عساكم من عوادة يلعيد 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 عود عود علينا يلعيد عود يلعيد يلعيد عود عود علينا يلعيد عود والخر يلعيد والفرحة عود والخر يلعب والفرحة عود يلعب 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 عود عود على محمد قولة عمره ندى بيته مجرسة وطلالة عود على محمد قولة عمره ندى بيته مجرسة وطلالة ندى بيته عيال عمره عنده يلعب 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 عود على محمد قولة عمره ندى بيته مجرسة وطلالة والخر يلعب والفرحة عود والخر يلعب والفرحة عود يلعب 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 موسيقى قوم يا مريم البس الدراعة بصبت الله بيّن شعاعة يلا يا موزهاتي المشموم منا بسوي لتشعب دليوم يلا يا موزهاتي المشموم منا بسوي لتشعب دليوم العيد هلو كل نبار يلعيد 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 عود عود علينا يلعيد عود عود علينا يلعيد عود بالخر يلعيد والفرحة عود بالخر يلعيد والفرحة عود يلعيد 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 عود رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد ما شفنا هالغنية الفرحة لعياننا بالعيد يسعدنا ويشرفنا نستقبل اتصالاتكم اليوم في برنامجنا عيدكم مبارك رقم هواتفنا خمسة أربعات واحد ثمانية واحد نعيد رقم هواتفنا مرة ثانية خمسة أربعات واحد ثمانية واحد ويحبين التواصل الاجتماعي سيطلبون معنا على هاشتاغ هاشتاك برنامج مشاهدي الكرام حلونا نستعرض بعض الصور الجميلة اللي وردتنا أمس واليوم عن طريق برنامجنا عيدكم مبارك وبالتحديد في الاستقرام مثل ما نشوف مشاهدي الكرام هذي بعض الصور اللي تفاعل معنا فيها الجمهور على هاشتاك برنامج عيدكم مبارك هذه الصور الجميلة اللي نشوفها عيادنا بزي العيد وفرحتهم بأجواء وفعليات العيد صور جميلة أمتعتنا ومستمرين أن نستقبل هذه الصور إلى نهاية برنامجنا إن شاء الله بذن الله اليوم هذه الصور تشوف بنتنا حطة طوق الذهب أيضا الحنة نكشة الحنة فرحة العيد تبين عليهم والله يديم عليهم هذه الفرحة بذن الله مثل ما ذكرنا لكم مشاهدين الكرام أرقام هواتفنا أربعات واحد ثمانية واحد وهاشتاغ برنامجنا هاشتاغ برنامج عيدكم مبارك مشاهدين الكرام وقبل أن نبتدي فقراتنا اليوم ومسابقاتنا خلنا نروح نشوف أجواء ما قبل العيد وكيف العالم استعدته مع زميلنا فيصل المهندي في فاستابل سيتي هياكم الله مشاهدينا ومسمعينا الكرام وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك فرحة العيد وأجواء العيد تختلف من كل شخص وكل بيت خلونا نتعرف على أجواء العيد من خلال أحدى المجمعات التجارية في التوحة حياكم معنا السلام عليكم كل عام أنت بخير وعيدكم مبارك السلام عرفني باسمك صدام الليمي صدام شن هي أجواءك في العيد والله تروح بيت جدي ناكل عندهم سانس عيديات بس في طقوس معينا تحرص على أن أنت لازم تسويها في العيد يعني إذا ما سويتها كأنه مبعيد والله بس هذي أني روح لبيت جدي غيرها ما ما عنده أي شيء أنا السلام تهم العيدية ليلة حين ولا خلاص كبرت عليها لا كبرت عليها ما يصير يعني أنت بتوزع إذا ما تاخد بتوزع طبعا نقول لك نحن كل عام وأنت بخير عسى الله يعود عليك إن شاء الله وهذه عيديتك مقدمة من النصل للعطور ونقول لك عسىك من عوادة إن شاء الله هلا بالشباب كل عام انتم بخير وعيدكم مبارك وانتم عيدكم مبارك من العادي من فايزة من العادي من فايزة شاسمك فلطان وين شاسمك حريق وين شاسمك راشد اشتويت في العيد صليت صلاة العيد وروحت عايد الناس وروحت شاسمك مجلس مجلس عند الرياضين وين شاويت في العيد رحت لطلات العيد عقب رحت عايت عقب رحت عقب رحت الميل قاعد مع الربع المجلس عقب رحت شاسمك عند البيت هاي أخوكم تاعة 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 شاسمك حامل حامل وانت شاويت في العيد وين رحت رحت عند صليت صلاة العيد وروحت عند المجالس وعايت ورجعت البيت رقت شوي وروحت للألعب يعني هل يقولكم كل عام ونتب خير عيدكم مبارك وهذه عيديتنا من أكوا بارك ومن مطعام بيروتيات روحا واستانسا وفي أكوا بارك وبردو على قلبكم كل عام ونتب خير وعيدكم مبارك كل عام ونتب خير وعيدكم مبارك عيدكم مبارك إن شاء الله تعرفني باسمك عصام عصام والعيال محمد 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 ونتش اسمك مالك مالك بعصام شون تغذي أجواء العيد والله أول حاجة بنروح وصل العيد وبعد كده بناخد الأولاد نوديهم مولاد وسينمات وبنروح فنادق ممكن نزل البحر فدي أجواء العيد معنا هنا في قطر شون شي دائما تحرص عليه في العيد أهم حاجة صلاة العيد دي دي أهم حاجة وطبعا لجول أسري مع الأولاد ومنكلم العيلة طبعا في بلادنا في بلادك في طبخات معينة لازم ما تصير إليه في العيد الفتة هي الفتة واللحمة طبعا الأول شيء في العيد فتة واللحمة بدي في طور العيد طبعا هذه عيديتكم من أكوا بارك ومن متعم بيروثيات أسأل الله يعود عليكم إن شاء الله أعلينا وعليكم من الخير يا رب إن شاء الله كل عام ونت بخير ونت بخير كل عام ونت بخير عيدك مبارك وانت بألف خير وصحة وسلامة الله يسلمك عرفني على اسمك عمر محمد عمر شنها جواء العيد عندك والله بالظهر مع الأهل يعني نتغدم مع بعض كل شيء وفي الليل نطلع نزور الأقارب والأصدقاء والحين في الليل نحن الحين بس جايين نغير جو في السينما وفي المول عمر شنو الشيء دائما تحرصون علينا أن تعملونا في العيد والله التواصل مع الأهل والأصدقاء والجلوس معهم يعني أهم شيء لأنه هي فترة يعني عشان تعرف الناس كلها مشغولة وكل شيء ففترة العيد هي فرصة للقاء الأحباب نقول لك كل عام أنت بخير وعيدك مبارك وهذه عيديتك من النهدي للسيارات عسى الله يعود عليكم إن شاء الله الله يسلمك عساكم من عوادة وتشكر قناة الريان على المبادرة للطيفة عيديكم كل عام أنت بخير وعيدك مبارك وعساكم من عوادة من العادي الفايزين بدأت تعرفني على اسمك عبد الرحمن الهاجري عبد الرحمن الهاجري وانت شاسمك؟ ثميم العاضري نعم وانت شاسمك؟ ديمة وانت شاسمك؟ ناصر ناصر عبد الرحمن شين هي أجوائك في العيد؟ والله الأجواء الحمد لله عيدنا وذبحنا ضحيانا والأجواء كلها طيبة شوين ترحون ووين تيوم في العيد؟ شو تسوون في العيد؟ والله نزور لغارب نعايدهم تمشى نطلع على المول تمشى واندي يعني في شي لازم تسوونه في العيد؟ إذا ما سويتوه ما لحالة بدون العيد ندبح ضحياتنا ومبارك للوالد والوالدة هذا هام شي عندك العيدية شون العيدية مع اليهار؟ العيدية الآن زينة خلنا نسأل اليهار أبوك يقول يوزع العيدية كمين معت في العيد؟ ثلاثمية وين رحت؟ شو سويت في العيد؟ رحت المجلس قعد تعيد وبس قديمة ش كمين معت في العيد؟ ها؟ ما معتك؟ ما معتك إذا وين رحت؟ شو سويت في العيد؟ قعد تعيد ايه؟ وانت؟ تميم؟ كمين معت في العيد؟ ايه؟ ايه؟ قديد من فلوس عطوك فلوس وايد؟ ايه؟ وين رحت؟ وانت دات ديت اعطي فلوس رحت عند ديت تعطيك فلوس؟ ما رحت مكا ما رحت من الميلس ما رحت مع ابوك؟ رحت رقيت مع ابوك وقعد اخذ فلوس لها سانست؟ ايه؟ ايه؟ كلكم كل عام وانتوا بخير وعساكم بن عوادة وهذه عديتنا مقدمة من فنادق سوق واقف وايضا من فنادق فندق الريان اقولكم اصلا الله بعود عليكم كل سنة وكل حول بإذن الله الله يسلم وانحياكم الله مرحبا حياكم عزا المشاهدين فرحة العيد دائما ما يحليها هي الابتسام وتجمع الأهل وأيضا الطبخات الجميلة الشعبية اللي تختلف من دولة إلى دولة وأيضا فرحة العيد تختلف من دولة إلى دولة أخرى وعادات وتقاليد مختلفة خلونا نتعرف على أحد العوائل ونشوف فرحة العيد نقول لكم كل عام أنتوا بخير وعيدكم مبارك عيدكم مبارك كل عام أنتوا بخير عرفنا على اسمك؟ انا اسمي عادل ملك عادل شين هي أجواءكم في العيد؟ والله في المغرب الأجواء شوية بتختلف لأنه الناس في العيد هناك في المغرب كيعتمد بال في الأولى كيعتمد على أضحية العيد إذا لازم ضروري تكون أضحية العيد وبعدين كتولي زيارة الأقارب هذو مشيئين اثنين اللي كيكونوا في العيد أقول لكم كل عاودت بخير رح أياكم الله في قطار في بلدكم الثاني وبيتكم الثاني إن شاء الله تكون لجواء سعيدة عليكم وعلى الأسرة الحبيبة في المغرب وأيضا في الدوحة وهذه هي العيدية من فندق الريان ومن مطعم أبي روثيات وأتمنى لكم دائما الفرحة في هذه العيد وتجمعكم تجمعوا لها بإذن الله في الدوحة وأيضا في المغرب نقول لكم كل عام وأنتوا بخير شكرا مبارك الله فيك وعيدكم مبارك سعيد وإن شاء الله ينعود عليكم بالصحة والآفية رجعنا لكم مشاهدي الكرام لإستقبال أولى اتصالاتكم واللي رح تدخلون معنا في أولى فقراتنا ومسابقاتنا الخفيفة واللي هي مسابقة الجواب علينا والسؤال عليكم دعنا ندك برقام هواتفنا خمسة أربعات واحد ثمانية واحد يسعدنا لإستقبال أولى اتصالاتنا اليوم مع محمد محمد نقول لك كل عام وأنتوا بخير ويهلا مرحبا فيك يا بدي كل عافظ، كنت كل سلامة طيب وانت طيب بصحة والسلام يا محمد محمد من وين تكلمنا في قطر؟ من معاذر من معاذر محمد شون كانت أجواءك في العيد في رابع يوم العيد؟ الحمد لله مع الهل والأصدقاء طبعا والزيارات زيني محمد محمد أنا بسيلك سؤال شنو أغرب تهنئة جاتك في العيد؟ أغرب تهنئة جاتك في العيد؟ أو شخص هنناك منك تتوقعه؟ أه، لتصال أكيد من الهل من الهل، الله يدم عليكم إن شاء الله هالجمعة وإن شاء الله دائما تكونوا في أمن وأمان جاهزي محمد في مسابقتنا؟ إن شاء الله أنا بأعطيك الإجابة وإنت عليك السؤال إن شاء الله لو قلت لك الإجابة تأسست في عام 1977 إيش اللي تأسس في عام 1977 إيش اللي تأسس في عام 1977 الموكالة الكورية لا 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 شاي في قطر يا محمد شاي في قطر شاي في قطر جامعة قطر فس معانا دستاهل يا محمد ألف مبروك فس معانا ودخلت معانا السحب على جائزة مقدمة من قنوات الريان الفضائية وبقيمة 5000 ريال أكيد مستمرين معاكم ونأخذ اتصال آخر نقول لكم كل عام ونتم خير ويهلا مرحبا فيك ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ذكرنا باسمك ومن وين في قطر جاسم حاليا في الواكرة جاسم من الواكرة جاسم سام سوق الواكرة في فعاليات كثيرة زرته نعم طالعنا أخذت إخوان الزغار والجاية في الكيام جاسم شنو شي ضريف اللي صادك في هذا العيد اتصال موقف شي شنو صادك في هذا العيد اه اتصال الله اتصال لشخص غريب يعني بهالنيني وأنا ما أعرفه يعني زين وشون كانت الأجواء معاك شسار وياك والله أجواء أجواء مثل أجواء عيد بخاصة من هالعيد عيدات تحاول إصباحنا ضحينا يعني وبعد الصلاة وخلينا أخويل الصغير يحاول إنا يصبح بسنو ما نبع ما يعطي بحر يخاف بعد بيتعود بيتعود إن شاء الله بيتعود إن شاء الله جاسم جاهز حكم سبقتنا إن شاء الله نعم جاهز بعطيك الإجابة وتعطيني السؤال إن شاء الله أجري الاستفتاء في عام 2003 أجري الاستفتاء في عام 2003 أي فس معانا جاسم يا سلامي عليك إجابة سريعة وألف مبروف دخلت معانا في السحب على جائزة مقدمة من قنوات الريان وبقيمة 5000 ريال حلو اليوم الأجوبة سريعة ومتبع لي معانا جمهورنا الكريم دعنا نأخذ الاتصال آخر ونقول لكم كل عام أنتم بخير يهلا مرحبا فيكم في برنامج عيدكم مبارك هلو هلو السلام عليكم أختي عليكم السلام كل عام أنت طيبة وأنت طيبة الشيخ شنو أغرب موقف صادق في هالعيد اتصال جاني يعني ما كنت متوقعتها صراحة وفرحت لهالاتصال إزين عرفينا باسمك من وين في قطرة مريم من الخريطيات مريم من الخريطيات مريم مريم وين زبت الفعاليات اللي في عيد الأضحة المبارك في دور حفظ السباب بالسوق واقع يعني هلأ موقع بي زين يا مريم جاهزة معانا؟ إن شاء الله لو قلت لش الإجابة تعتبر قطر هي أكبر مصدر في العالم سهل يا مريم سهل ليش أيش السؤال؟ يعني مصدر للقاض طبعا ما برو زين حطي للسؤال حطي للسؤال بس ما هي أوكي بردولة مصدرة للقاض يا سلام عليك وفستي معانا ودخلتي معانا السحب على جائزة بقيمة 5000 ريال وإن شاء الله يا مريم وإن شاء الله هالإخراطيات يكون اليوم لهم نصيب معانا يفزون بالجائزة بقيمة 5000 لكن مونة بديش معانا السحب اليوم وبدي جاوبنا صحيح كل عام ومنت بخير يا مونة؟ ومنت بخير صحة وسلامة من وين يا مونة؟ من الوجبة من الوجبة كل عام ومنت بخير وهل الوجبة كلهم بخير وكل مناطق الدوحة مونة وين رحتي في هالفعليات في العيد؟ أبد والله قعدنا احنا في البيت الناس يجون يعاهدون علينا حد هالنات في العيد ما توقعت أننا يهنيت؟ ايه كان في زيارة غريبة يعني جاء عندنا ناس فكلش ما كنا متوقعين جميل الزيارة هاي أسعدتك؟ ايه أكيد واجد إن شاء الله دوم إن شاء الله تكون بينكم هالقرابة وهالسعار إن شاء الله في بيتكم وعلى جميع هالقطر إن شاء الله اللي تشوفونا عبر قناة الريان الفضية جاهز لأسئلتنا يا مونة؟ إيه إن شاء الله إن شاء الله لو قتلك أستاذ الدوحة إيش السؤال توقعين إجابته أستاذ الدوحة؟ أول ملعب عشبي في الخليج قربتي عيدي مرة ثانية؟ أول ملعب عشبي في الخليج متأقدم الإجابة؟ إيه ودخلتي معانا السحب يمونة ألف مبروك إن شاء الله ماشاء الله عليك يومونة دخلتي معانا السحب على جائزة 5000 ريال جائزة مقدمة من قناتي الريان إن شاء الله رح تكون معانا في نهاية الحلقة أكيد مستمرين في استقبال إتصالاتكم وتهان العيد ونشوف أخرب المواطف لإصالتكم في العيد وأيضا نتعرف وين رحتوا في العيد وشون كانت أجواء العيد معاكم ونقولك العامة بخير ويهلا مرحبا بكم ألو السلام عليكم ألو السلام لو بترفعين صوت وش تقصرين على التلفزيون عشان بنتواصل معاك أختي السلام عليكم تعرفين بسمك من وين في قطر؟ موزة من الشحانية موزة من الشحانية موزة وين رحتي في العيد؟ وين زيارة الأهل؟ تمشينا أكيد 6-3-2 موزة دائما العيد في مواقف شنو أغرب موقف صارت في هالعيد؟ زيارة الشخص ممكن تمتوقع ذلك كنت سعيدة في هالزيارة؟ ايواني إن شاء الله تكوني ندوم سعيدة يا موزة وأيضا تكونين متواصلة معانا وتشاهدين برامج قناة الريان في عيد الأضحى المبارك جاهز لشؤالنا موزة؟ إن شاء الله لو قتلت يا موزة تقع المكتبة في حرم المدينة التعليمية إيش السؤال اللي تتوقعينه؟ تقع المكتبة شنو؟ في حرم المدينة التعليمية إيش المكتبة اللي تقع هناك؟ سؤال سهل يا موزة مؤسسة لا مكتبة مكتبة تقع في حرم المدينة التعليمية اسمها مكتبة؟ مكتبة قطر الوطنية مبروك ودخلتي معنا يا موزة على سحب على جائزة بقيمة 5000 ريال مقدمة من قنوات الريان الفضائية فالت الفوز يا موزة اليوم معنا إن شاء الله أنت ودميع المتصلين معنا بإذن الله إن شاء الله رح ناقم معاكم تصلاة آخر ومستمرين معاكم نقول لكم كل عام أنت بخير من معانا ألو السلام عليكم ألو مرحب أختي كل عام أنت بخير أنت بخير شون شفتي أجواء العيد ووين رحتي في هالفعاليات الكثيرة عندنا في قطر بس زيارة الأقارب والأهل يعني عرفينا باسمك من وين في قطر الله يحفظك نورة من معذر نورة من معذر نورة شنو أغرب موقف صارتش في العيد مطل شي يعني زين في حد هناتش ما كنت تتوقع إني هنيتش يا موزة لا والله زين جازع قسلتنا أي إن شاء الله لو قتلت الإجابة يقع في العاصمة الفرنسية باريس ويبلغ ارتفاعه ما يقارب 324 متر برج إيفل برج إيفل آخر إجابة حطي لي يا في السؤال يقع في مدينة في مدينة باريس ويبلغ ارتفاعه إيش الإجابة قلت لي في البداية؟ برج إيفل إيش الإجابة؟ برج إيفل ودخلتي معنا الساحب ألف مبروك دخلتي معنا الساحب على جائزة مقدمة من قنوات الرأيان الفضائية بقيمة 5000 ريال أسئلتنا مشاهدين الكرام أسئلة خفيفة والهدف منها إن إحنا نستقبل اتصالاتكم ونشوف وين رحتوا في العيد ونشون كانت أجواء العيد معاكم وأيضا نسالف معاكم ونشارككم فرحة العيد أكيد مستمرين معاكم لأخذ التصالة أيضا جديد ونقول لكم كل عام أنتم بخير ياهلا مرحبا فيكم السلام عليكم أهلا معيك السلام عليكم مرحب أخدي كل عام أنت طيبة وإنت طيبة حسنا تعرفين أنا بسمك من وين في قطر؟ نجلة من الغرافة نجمة من الغرافة نجمة نجلة نجلة من الغرافة نجلة وين رحت في أجواء العيد وأنت جمتش كثير من المولايات التجارية؟ والله عند الوالدة وعند الأهل بحث ما رحت مجمعة الصراحة إنزين صار لش موقف مضحك موقف طريف لتش في هالعيد؟ لا إنزين جاز حق أسئلتنا إن شاء الله اليوم؟ إن شاء الله لو قتلتش يقع المقر الرئيسي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية إيش تتوقعين السؤال؟ أين يقع؟ قربتي أين يقع؟ أي السؤال؟ يقع في المقر الرئيسي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية إيش السؤال؟ أين يقع؟ أنت جاوبتي أسرة أين يقع؟ أسرة أين يقع؟ بسهل عليك أين يقع مقر؟ أعطيني آخر شي بس للأسف ما ربحتي معانا يعني حزننا اليوم إن أنت مدخلتي معانا في هالساحب إن شاء الله الإجابة هي يقع المقر الرئيسي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية السؤال أين يقع المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة؟ كان سؤال شوي صعب عليك لكن أسعدنا اتصالك وخذنا أجواء العيد شون كانت معاك وإن شاء الله دائما تكونين فرحة ودائما متابعتنا في برامج قناة الرئيان وبرنامج عيدكم مبارك خلونا نأخذوا اتصال آخر ونشوف أجواء العيد شون كانت معا وين راح في العيد؟ نقول لكم كل عام أنتم بخير والسلام عليكم ألو ألو السلام عليكم أختي كل عامتي طيبة السلام عليكم سلام وأنت طيب نبعين فايزين إن شاء الله وياك شاء الله يحفظك شحانية جاهزة معانا في أسالتنا اليوم؟ ليه جاهزة وين راحتي في أجواء العيد والفعاليات الكثيرة؟ والله مع الأهل هنا في الشمال مع الأهل والشمال حلو شون كانت الفعاليات عندكم والأجواء في الشمال؟ والله تمام الحمد لله كلها أجواء فرح سين لو قلت لش السؤال أندونيسيا إيش السؤال تتوقعين إجابته أندونيسيا؟ أكبر دولة إسلامية مبروك دخلتي معانا تستاهلين دخلتي معانا السحب على جائزة مقدمة من قنوات الريان الفضائية وبقيمة 5000 ريال ألف مبروك أسألتنا مشاهدي الكرام أسألة خفيفة وامتعام معاكم وأيضا ننتظر اتصالاتكم وننتظر أيضا تواجدكم معانا وأيضا مشاركتكم عن طريق التواصل الاجتماعي على هاشتاغ برنامج أندرسكور عيدكم مبارك حواتفنا مشاهدي الكرام خمسة أربعات واحد ثمانية واحد زينب كل عام أنتو بخير من أين في قطر يا زينب؟ من أين في قطر يا زينب؟ من أين في قطر؟ من السيلية زينب شو الموقف الطريف اللي صارت في فيستبل ولا قطر مول؟ صارتش موقف طريف؟ حد هلناتش في العيد؟ ما تدري من هو الشخص؟ لا والله ما صار لي زين يا زينب جاهز حق السيلاتنا؟ ايه جاهز إن شاء الله يكون سهل يا رب لا سؤال سهل جدا وإن شاء الله تزيل لات في الرياضة زينب؟ يعني شوي لو قلنا لت لقب خليجي 11 هاي إجابة هاي الإجابة هاي الإجابة ايش السؤال تتوقعينه؟ اين وقع كاس الخليج خليجي 11 اللي هو كاس الخليج من اللي فاز فيه منتخبنا الوطني ايش السؤال تتوقعينه؟ سؤال سهل اين وقع لا من هو؟ من هو الذي فاز في خليجي أيوا؟ في لقب خليجي 11 11 وفستي معنا ودخلتي معنا على سحب جائزة مقدمة من قنوات الرياضة الفضائية وبقيمة 5000 ريال اسألتنا مشاهدي الكرام اسألة خفيفة وايضا مستمرين معاكم في أخذ الاتصالات لكن ناخذ الاتصال في هذه الفقرة نقول كل عام انت بخير ويهلا مرحبا فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أختي كلامتي طيبة وانت طيب أخوي يارك العافية الله يسلمين شو عافيتش وين رحتي في العيد وشون شفتي أجواء فعليات العيد وياتش رحنا سق واضف حجو وسوق الواكرة شفت تعارفيننا باسم المرة ثانية؟ زينة 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 من الستبهة زينة انت رحتي سوق واقف وسوق الواكرة زرت خيمة الفعليات في سوق واقف وسوق الواكرة ايه شفتي جريدي في خيمة الفعليات يا زينة سوق الواكرة نحن بيت الرعب دخلنا في بيت الرعب والألعاب الأطفال لعبناها في مطقة الألعاب وبعد داع الشينا يعني خلاصناها عقوب وسوينا شوبينج ورحنا بعدها على سوق واقف آخر شي سوق واقف خيمة المهرجان بعد الهناس حلو زرتي فعاليات كثيرة وإن شاء الله يدوم الفعاليات المستمرة معاكم طيلت خمسة أيام في فعاليات سوق واقف في عيد الأضحى المبارك جازة حقا سلاتنا زينة؟ ايه جازة زينة صار لش موقف ضريف في العيد؟ حد تصل فيك؟ حد هناتش؟ انتو متعارفين من الشخص؟ بالله يرى فيش يساوت فيني مقلب على العيد وتطلب غير نفرة فوقها إن شاء الله يكون مقلب خفيف وحلو عليك لا فراحة حلو يعني منها حركة حلوة تبينة إن شاء الله دوم يا زينة زينة طيب يا زينة جازة حق سؤالنا؟ ايه جازة أخوي تخضر طيب زينة لو قتلش الإجابة معاذ بن جبل رضي الله عنه ايش السؤال تتوقعينه؟ معاذ بن جبل؟ هو صحابي؟ هم؟ السؤال؟ بسهل عليك من هو؟ من الذي شهاد بيعت العقبة الثانية؟ لا من هو الصحابي؟ كم ليلي آخر الإجابة؟ من هو الأعلم بالحلال والحرام؟ والصحاب الأعلم بالحلال والحرام؟ لا آخر إجابة لا تزينة نبيش ندخلين معنا السحب نحن ندخلناها الشي السؤال هو من هو الصحابي؟ ما هو في كذا السؤال؟ لا لا أعطيتش الإسم الإسم عبارة عن اللقر السؤال شي يقول من هو الصحابي؟ الذي لقب بالفاقه هو القارئ القرآن؟ لا آخر إجابة من هو الصحابي فيه وارد أسئلة يعني مثل إيش بالضبط للأسف يا زينة كان ودنا في خليل معنا في السحب على جائزة مقدمة من قنوات الريان من هو الصحابي الملقب بغسيل الملائكة يا زينة لكن إن شاء الله تشيف معنا في أسئلتنا القادمة وفقراتنا الجاية لكن مشاهدين الكرام خلنا نشوف زميننا محمد الشهراني شو يمجهز لنا في سوق الواكرة محمد كل عام أنت طيب الفعليات كثيرة كثير من المشاهدين قالونا أنه زاروا بيت الرعب شون الأجواء عندك في سوق الواكرة يا محمد يا مرحبا يا أخوي علي الله يمسيك بالخير أيضا أستاذ المشاهدين يمساكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير وعيد الله عليكم مباركة مرة ثانية وثالثة لما ينتهي عيد رفحة المبارك الأجواء جدا جميلة سواء الفعاليات المتواجدة التواجد للعائلات المستمر ما شاء الله بدوا بالحضور لخيمة الفعاليات المقامة بالمناسبة عيد رفحة المبارك في سوق الواكرة لما أنا أجواء ممتعة الكبار حاضرين قبل الصار لأن كل الفعاليات المتواجدة تناسب كل الأعمار حاليا معي ثنين من الأشخاص اللي زايلين لسوق الواكرة راح ندردش ويام راح نسولف إن شاء الله ويام ونعارف السلام عليكم بساكم الله بالخير جميع الله عطاكم العافية جميع نبي التعرف عليكم وشي جاصم أحمد البونين ونعم أخو جاصم عمد علاج ونعم فيكم كل عام أنت بخير وعيد الله عليكم مبارك لا بيتكلم بشكل عام عن العيد جايتكم اليوم لخيمة الفعاليات وشي كل واكرة جايتنا نزور ونشوف الشمزوين يعني وبس تأوكم جاين ولا لكم فاتبتين من شوي ونعيد وين رحتوا بالضوطين استمتعتم بس أنا زراحنا رحنا المجلس نشوف أهالينا وين رحتوا الفعاليات الموجودة في الدوحة ما رحنا أخواتكم العافية زين في كل مهتك توجه من ناسبة العيد لا والله عيد على حد شيء لا لا أخواتكم العافية واستمتع بالأجواء الموجودة ربي سلامكم طبعا أزال المشاهدين بعد لازالت الفعاليات المتنوعة اللي تقام لأول مرة بخيمة الفعاليات في سوق الواكرة التنوع اللي موجود في جميع فعاليات سوق الواكرة هذا اللي ميز المهرجانات اللي تقام هنا اللي جميع العمار مثلا الإصغار هذا واحد من الأطفال المتواجدين الإصغار الموجودين فيه عدد من نططيات عدد من الفعاليات اللي فيها تحدي فهذا الشيء اللي يميز الفعاليات الموجودة لكل قاعد يحضر يبي تحدى مع واحد من رابعة مع أخوه مع ولده بعد فيه شيء يحمس أنك تجي هذا غير الأشياء المتواجدة في سوق الوكرة قبل أن أنتقل عن الأشياء الموجودة حاليا معي أحد الزائري اللي خيمة الفعاليات في سوق الوكرة السلام عليكم كل عام ونتم خير وعيد الله عليكم بارك عيدنا عبارك علينا وعليك إن شاء الله أعطيكم العافية تواجدك اليوم ما شاء الله مع العائلة الكريمة الله يبارك فيهم ما شاء الله لابنتكلم عن الوناسة في العيد تواجدكم اليوم في الخيمة الحمد لله جبنا العيال يمبطون يمبرحون بالعيد استانسون يوكم جايين؟ والله الحين من شوي جيين قبل عشر دقائق أول مرة تجو سوق الوكرة ولا جيت من قبل؟ لا نجي جينا أول يوم واليوم نجينا كمان ما شاء الله يعني يومين واربعه؟ يومين واربعه الله يبارك في أيالك إن شاء الله أجواء العيد وينقضيتوها بالضبط أول يوم؟ رحنا في لاجو رحنا في سيتي سنتر كذا نعب المجمعات الله يبارك في أيالك إن شاء الله استمتع بالأجواء وكمل جولتك إن شاء الله في كل عام ونتم خير طبعا أعزائي المشاهدين هذه دعوة لكم الاستمتاع بأجواء عيد الأضحى في المهرجان المقام في سوق الوكرة الفعاليات إن شاء الله راح تنتع على يوم الجمعة فانتمنى أنكم التواجدون تستمتعون بالأجواء اللي موجودة محمد قبيض الله وجهك نديب قناة الريان عيشتنا أجواء الفرحة أيضا أجواء وفعليات سوق الوكرة وأيضا مشاهدي الكرام ندعوكم لزيارة فعليات سوق الوكرة وأيضا سوق واقف والمولات التجارية مشاهدي الكرام أكيد عندنا فقرات كثيرة راح نقدمها لكم لكن خلونا نروح فاصل نواصل وياكم رجعنا لكم مشاهدي القناة الريان ومشاهدي برنامج عيدكم مبارك مشاهدي الكرام خلونا نذكر أيضا بأرقام تواصلنا 5-4-1-8-1 لكن الآن راح نذكركم أيضا بما سابقت الانستجرام ومحبين التواصل الاجتماعي وهاشتاغ برنامجنا هاشتاغ برنامج أندرسكو عيدكم مبارك خلونا نتابع بعض الصور الجميلة اليوم اللي شفناها وتفاعل الجمهور معنا على هاشتاغ برنامجنا هاشتاغ أندرسكو برنامج عيدكم مبارك هذي الصور الجميلة اللي نشوفها من بناتنا الصغار الحنة لبس العيد فرحتهم بالعيد وأيضا نشوف بعض الصور الجميلة والقديمة لملابس القطرية القديمة لعياننا وأيضا نشكر جمهورنا اللي تفاعل اليوم معنا عبر هاشتاغ برنامجنا هاشتاغ أندرسكو عيدكم مبارك هذا التفاعل الجميل اللي احنا قاعد نشوفه مشاهدين الكرام على هذا الهاشتاغ هاشتاغ برنامجنا أندرسكو عيدكم مبارك أيضا رح تكون معنا مسابقة في نهاية البرنامج مقدمة من مطعم ومطابخ الكاتم أكيد رح تكون عندنا فقرات كثيرة ومستمرين معاكم قبل كم من فقراتنا خلونا نشوف فيصل المهندي شون كانت استعليلات الجمهور قبل العيد فيصل عزائي المشاهدين الفرحة مختلفة من الأردن لمصر لتونس للدوحة أيضا للسودان خلونا نشوف عائلة أخرى أيضا موجودة معنا نقول لك أخوك العام وانت بخير عساك ونعمون الله يسلمك يا رب وانت سالم شرفنا على اسمك عبد الرزاق عبد الرزاق شن هي أجواء العيد عندك؟ والله يعني أغلبها أكتر فرح يعني للأطفال والعاب مثل كتارة مثل بيروحوا على مدينة الألعاب وبيروحوا على سبيار يعني بيحتفلوا بالأجواء طبع العيد شن هي الشيء اللي دايما أنتو حريصين تعملونا في العيدة أو التقوص معينا في العيدة؟ كتارة أكتر شيء كتارة تكون بالألعاب النارية بالاحتفالات ومنكين ما في طبخات حريصين عليها أنتو أو مثلا جمعات أهل حريصين عليها؟ أكيد أكيد الأهل الجمعات أكيد من أول يوم بتبلش بس كل نسوان تبعنا كله بره بقى بالعين بيريحوا حالهم ما في طبخات معينا؟ ما في لا بيريحوا حالهم كله بالمطاعم بالعين يختلف العيد هنا في الدوحة عن برا؟ أكيد يختلف هون الأجواء الاحتفالات أكتر الاحتفالات أكتر يعني أحلى يعني وهناك شون الاحتفالات عندكم؟ والله يعني أخف من هيك بكتير يعني بتكون مثل صلاة العاب هيك ما في احتفالات خارجية كبيرة هل تقوص معينا على تجمعات الأهل؟ أكيد يعني كل يوم بيكونوا مثلا بيتجمعوا عند الأخ الكبير وبعدين بيطلعوا عند الأخوات الأصغر بالتدريج يعني نقول لك كل عام منتب خير وعساك من عوادة وهذه هدية مقدمة من أكوا بارك ومن مطعم بيروثيات الله يسلم إيديك شكرا عد عليك إن شاء الله خلونا نتعرف على الشباب الموجودين هنا نقول لك كل عام منتب خير وعيدك مبارك منتب خير تعرفني على اسمك؟ خليفة وقالتش اسمتش؟ إيناس ما اسمك؟ إينات إينات وإنتي؟ تيمور تيمور خيبت تعرفني على أجواء العيد عندك؟ شويت في العيد؟ والله نروح للكرنيش تمشى نروح سقواقف ونسبح نفلها ونستانس تفلها وتستانس شمعتوا في العيد؟ نجمع فلوس نجمع هدايا كمية مات؟ آه والله سؤال صعب صح؟ كمية مات في العيد؟ يعني 300 وفوق كده 300 وإنت؟ وين رحت في العيد؟ آه رحت لالكورثنيش ورحنا نسبح ونستفليناها وبعدين رحنا للعيد نجمعنا عيديات كثيرة كم جمعت؟ وكتين مع 300 وكتين مع 300 أنت كم؟ 200 أنت عقل لأنه هو كبير يأخذ فلوس أكثر صح؟ خليفة هذه هدية مقدمة من أكوا فورت ومماطعم بيروتريات عسى الله يعود عليكم إن شاء الله يلا كل عام ونت بخير ونت بخير فرحة جميلة في عيون عياننا الأطفال وعيون الأسر والأهالي في عيد الأضحى المبارك نأخذ أيضا أسرة أخرى نقول سلام عليكم وكل عام ونت بخير والأمة العربية كلها بخير والأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله تعرفني على اسمك محمد عبد الكريم البنات الحلوات شاسمك إنتي؟ ألا وإنتي شاسمك؟ ديم شين هي أجواءكم؟ أنت الأخ السوداني شين هي أجواءكم في السودان أو أجواءك أنت الخاصة في العيد؟ والله أجواءنا في السودان إنها طبعا عيد الأضحى بيكون فيه تحضيرات الناس كلها بتجي من المدن الكبيرة تتحرك إلى الغرة أو إلى المدن الصغيرة يعني الناس كلها بتكون مثلا في الدوحة تروح على الأغراهج الخرطوم يروح على الشمال على كده على الجزيرة وبتلموا الأهل كلهم يعني من كل حتى الناس بتجي من برة من السعودية من الخليج يجوا يقضوا العيد مع أهاليون الكبار وبيكون برنامج جميل جدا يعني بيكون فطر في بيت والغدف بيت وتاني يوم الفطر في بيت والغدف بيت يعني بتكون لما الناس بتنتظرها في يعني لمدة عام كامل يا الله نقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وهذه هدية مقدمة من فنادق الريان وإن شاء الله عسى الله يعودها عليكم كل سنة وكل حول بإذن الله آمين آمين شكرا لكم وشكرا لأهل غطر وشكرا لأشعبي غطر والإكرام وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله وربنا يعودوا على الأمة العربية باليمن والبركات عزيزي المشاهدين فرحة العيد خلونا نشوفها مع هاي العائلة الكريمة نقول لكم كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير وأهل قطر جميعا بخير وبصحة وسلامة عرفنا باسمك محمود وأنت شاسمك أمر وأنت آنت وأنت مريم مريم إن شاء الله الفريق كلها الفريق لبر أهلا شاسمك نحي شاسمك رحمة الله خليهم لك إن شاء الله إن شاء الله الفريق كلها فريق واحد محمد صلاح يقول لكم شنها جواكم في العيد والله في العيد أولا كل سنوات الطيبين في العيد إحنا نطلع على مولات أماكن مغلقة دوحا فيستفال قطر مول إذا الجو كويس بنروح على سوق واقف ممكن بعد الأوقات منطلع على بحر على الشواطئ على حسب مناخ الجو يعني ولكن في الأغلب يكون إما مولات دوحا فيستفال أو قطر مول أو مولات الدوحا سيتي سنتر وفلاجيون كمصريين شنو أجواءكم وتقوصكم الخاصة بالعيد يوم العيد طبعا لازم لك فتة طب خدنا بفضل الفتة وطبعا بتجهز الشقة بالبلالين والإحتفال للأطفال يعني وبنخرج في الأعياد مولات حدا وك شنو الشي اللي دايما أنتو حريصين على أن تعملونا في العيد طبعا خروجات تكون بالليل بيكون الصباح بعد صلاة العيد بيكون زيارة للأهل وزيارة للأقارب بنحرص دايما أن نروح نهدي الأطفال ملاهي العاب مناطق أطفال أشياء كده كنا جواها كلها فرها وبهجة يعني بالنسبة له نقول لكم كل عام وأنتو بخير عسى الله يعود عليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول وهذه عيديت مقدمة من فندق الريان وزهرة ألوان الخليج نقول لكم عسى الله يعود عليكم كل سنة وكل حول بإذن الله كل عام وأنتو بخير وأهل قطر جميعا بخير وأنتو بخير الصحة والسلام شكرا السلام عليكم كل عام وأنتو بخير وعيدكم مبارا مرحبا جايلك من عيد العيد يا مرحبا كل عام وأنتو بخير وعيدكم مبارا جايلك من العايدين كل عام وأنتو بخير نعرفنا باسمك؟ ماك أخوك جابر جابر الشيخ؟ شعيد جابر شنها جواء العيد عندك؟ والله الحمد الله هدواء أسرية نزور ربعنا وأحبانا إن شاء الله وما يحتاج ما إن شاء الله حتى نشوف أخوك شنين هي أجواء العيد عندك أجواء العيد مثل ما أنت شايف أجواء نتمنىها عيد اليوم ودوم إن شاء الله لكن شي اللي تحرص عليه أنت دائما والطقوس معينة عندك لازم تسويها في العيد اللي هي زيارة لقارب والواحد يطلع يشوف وعيد الناس وإن شاء الله نقولكم كل عام وانت بخير وعيدكم مبارك هذه هدية مقدمة من فنادق سوق واقف تفضل وهذه عيدية أيضا مقدمة من شركة نصل للعطور ونقولكم كل عام تبخير وعيدكم مبارك كل عام الشعب الطريب هي خير إن شاء الله يا رب العالمين تعرفني على اسمك فايز السيد فايز شن هي أجواءك في العيد أجواء هم شي عندي لمة الأعيال وجودي معاهم وطلعتي أنا وإياهم فأي مكان إن كان وهي ساعدتي وهذا أجواء أي شو تسوون؟ يعني وين تروحون وين تيون شنو تقوسكم الخاصة في العيد؟ ما عندي مكان معين أي مكان هادي جميل مريح استخدمه عندي أنا وإخواني وعيالي أي مكان ما فكرت لأطلع فوق لأنزل تحت يعني المعقبول شل الأشياء اللي دايما أنتو حريصين على أن تتسوونها في العيد؟ زيارات مثلا زيارة الأقارب مفهومة أول أيام العيد الصبح أروح على الأهل على بيت رضيعتي وعلى أخواني وعقوبها أروح على الناس اللي أشتغل معاهم وعقوبها أطلع على عيالي واحد وواحد على بيوتها وعقوبها أرجع بيتي وهم كلهم يجوني في الليل من بعدها نطلع كلنا في تقوس معين أو أكلات معينة لازم في العيد؟ أي شي عادي يعني ما في شي معين الفرحة العيد باللمة مش بالأكل والشرب أقعد مع عيالي ومع أخواني هاي الأكل أحسن أكلها أمنك تأكل عادي نقول لك العام وانت بخير وعساك من عوادة وهذه العيدية مقدمة من فنادق سوق واقب أتمنى أنك تستمتع في العيد ونقول لك العام وانت بخير وانت بخير إن شاء الله بيضع لوجهك الله يرحم والدي أعزائي المشاهدين شفتوا معانا فرحة العيد وأيضاً الطحكة والابتسامة وأيضاً الأجواء مختلفة بين الأجواء في قطر وأيضاً الأجواء في الدول العربية من خلال الشعوب العربية أو الجاليات العربية الموجودة في قطر شفنا من سوريا شفنا من أردن شفنا من المغرب شفنا من تونس شفنا أيضاً من السودان شفنا من دول الوطن العربية كلها أيضاً العادات والتقاليد مختلفة في العيد ما بين هل الشمال وهل الدوحة وإيضاً بين كل بيت وبيت في قطار العادات مختلفة وتجمعهم دائماً التفقق في كل الناس اللي قابلناهم اليوم إن دائماً جامعة الأهل والصلاة الأرحام وأيضاً دبع أظهرات العيد هي الركاز الأساسية لعيد الأضحى المباركين نقول لكم كل عام ونتبه خير وعساكم من عوادة شفنا معكم مشاهدين القناة الريان ومشاهدين برنامج عيدكم مبارك شون كانت استعدادات الجمهور قبل عيد الأضحى المبارك مع زمينا هديب قناة الريان في صلم هندي في المولات التجارية والحين مشاهدين الكرام خلنا نستقبل معانكم فقراتنا ونعرفكم برقام هواتفنا 4181 548181 فيها يسعدنا نستقبل اتصالاتكم ونتهان العيد ونشوف شنو أغرب موقف صار معاكم في أيام العيد الأضحى المبارك ومن أول من هناكم في أيام عيد الأضحى المبارك مشاهدين الكرام خلنا نأخذ أول اتصال ونقول لكم كل عام ونتم خير السلام عليكم كل عام ونحتر الله كل عام ونت طيب ونت طيب وصحة شلو من عبد الرحمن وليس يوموا من أين في قطر يا عبد الرحمن من معيذر من معيذر وين رحتي في عاليات العيد يا عبد الرحمن والله في المجلس قاعدين في المجلس زيلا عبد الرحمن شنو أغرب موقف صادق في العيد انك انت صغير ولا انت الحين والله والله ما اذكر من قبل بس يعني دايما انت ذي عبد الرحمن احنا صغار الغترة الطب النام ما نقوم الصبح صادق موقف لا لا تصير هذه الأشياء تصير معاك ايه ذي عبد الرحمن الفعاليات كثيرة في قطر ومستمر معانا لمدة خمسة أيام انت وين رحت في هالفعاليات وين قرروا تروح اليوم احنا رابع عيد المولادة التجارية سوق واقف سوق الواقرة وين حاب تروح انا رحت والله قبل ان فانس رحت الملعب حضارة المباراة ايه حضارة المباراة حضارة المباراة كان الفعالية حلوة ورياضية جميلة كلنا استمتعنا فيها ايه والله زين عبد الرحمن كثير من الناس في العيد تحب تزور أقرباهم الصبح انت اول يوم العيد وين رحت اسمعني عبد الرحمن حلا وين رحت اول يوم العيد عند الخوال والعمال حلو برناهم ورجعنا زين عندنا مسابقة خفيفة رح نكون معاك فيها رح نقول لك جملة وعليك تكررها خمس مرات جاهزوا يانا ايه جاهز جاهز ان شاء الله ايه جاهز زين عبد الرحمن عليك انك تسمع المسابقة زين وتعيدها معنا خمس مرات وبسرعة جاهز طين دارنا من طير من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا عيدها بس عيدها لك يا عبد الرحمن طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا خفيفة عبد الرحمن بس funktionrito من طين دارنا متو اتعمل طين دارنا مثل طين داركم اللا لا طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا عبد الرحمن أسرع أسرع عبد الرحمن خمس مرات دار طوق عبد الرحمن تأخرت معنا للأسف ما دخلت معنا السحب اليوم يا عبد الرحمن على جائزة بقيمة 5000 ريال مقدمة من قناة الريان لكن إن شاء الله عاود اتصال فينا عندنا فقرات كثيرة وعندنا أسئلة كثيرة في برنامج عيدكم مبارك مشاهدين الكرام مستمرين معاكم خلونا نأخذ اتصال ونقلوكم كل عام أنتم بخير أهلا مرحبا فيكم أليس سلام عليكم كل عام أنتم طيبة أختي كل عام أنتم بخير وصحة وسلامة إن عادة لش في الصحة وسلامة من وين وعرفيننا باسمتش؟ ريمة من الزغوة ريمة من الزغوة ريمة وين رحتي في أجواء وفعاليات العيد؟ رحنا قلب مول ومول قطار في السيبر سيتي وعلى أهل كذلك زين يا ريمة شنو أغرب اتصال أو أغرب تهنئة جاتش في العيد؟ واحدة رتشتني كيفها من زمان يعني فجأة وقرأت لي طلعا بخير حلوها التقارب من الناس يا ريمة وأيضاً احنا نتمنى من جميع الناس أن يكلون يعني كتلة واحدة وتقربون من بعض في هذه الأيام الجميلة في عيد الأطحة المبارك احنا عندينا أسئلة خفيفة وهدفنا من هذه الأسئلة نحن نشارككم بفرحة عيد الأطحة المبارك ونستقبل اتصالاتكم وتهاني العيد جاهزة معي يا ريمة؟ ايه إن شاء الله اسمعي الجملة يا ريمة وعيديها معي خمس مرات جاهزة؟ ريمة طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا عيديها لي خمس مرات طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا استهلين يا ريمة ودخلت معنا السحب على جائزة بقيمة 5000 ريال مقدمة من قنوات الريال الفضائية كانت الجملة سهلة وخفيفة بسبيكم تسمعونها وأيضاً تكررونها بسرعة بخمس مرات خلونا نذكر برقام هواتفنا خمسة أربعات واحد ثمانية واحد نستقبل اتصالاتكم وتهنا العيد وتشاركونا أيضاً فرحة العيد وأسألتنا القفيفة ناخذ اتصال ومستمرين معاكم نقول لكم كل عام أنت بخير وإهلا مرحبا فيكم السلام عليكم وعليكم السلام كل عام أنت بخير أختي وانت بخير صح و السلام أخوي مبارك عليكم العيد علينا وعليتي تبارك عرفينا باسمك ومن وين في قطر عليا من أم صلال أخوي عليا من أم صلال عليا كثير من المولادات التجارية حولكم وفعاليات كثيرة في سوق واقف وسوق البكرة وين رحتي والله رحنا دوحة بستفل ورحنا قبل يومين كتارة جبنا الفعاليات في كتارة جميل عاليا دائماً يعني نقول العياد اللي مرت علينا وإحنا صغار وإحنا كبار في موقف نتذكره في موقف مر عليك مضحك في العيد في تذكرينه؟ والله ما في شي في بالي ناسية يا أخوي يعطيش الصح والعافية وإن شاء الله دائماً تكون أيامك فرحة وتشاركينا في برامج قناة الريان جاهزة حقها؟ سألتنا الخفيفة إن شاء الله أي جاهزة يا أخوي أنا بأعطيت جملتين بس تكررينها لي خمس مرات وبسرعة جاهزة؟ أي جاهزة إن شاء الله شعبان شابعان خمس مرات وبسرعة؟ شعبان شبعان شعبان شبعان شعبان شبعان شعبان شبعان شعبان شبعان باقي واحدة شعبان شبعان مبروك ودخلتي معنا السحب على جائزة بقيمة 5000 ريال نقول لك هل مبروك وإن شاء الله يكون فالة الفوز وكل المتصلين فالهم الفوز معنا اليوم في برنامجكم عيدكم مبارك وشدي الكرام ننتظر اتصالاتكم وتهاني العيد وهذا هدفنا من هذا البرنامج أن نعرف شون كانت الأجواء وفعاليات العيد معاكم ناخذ اتصال ثاني نقول لكم كل عام انت بخير ويهلا مرحبا فيك ألو ألو هلاء مرحبا فيك يا أختي ألو سمع كل عامتي طيبة وأنت بخير إن شاء الله تعارفيني على اسم كيف من وين في قطر إني أعلم عليكم السحة والآخر الله يحافظت يا أختي تعارفيني على اسم كيف من وين في قطر نعيمة من الوجبة نعيمة من الوجبة نعيمة وين رحتي الفعاليات العيد الكبيرة خذين الأطفال وديناهم جنقلزون مشين شوي عين زين عندنا برنامج لأطفال وعندنا الكركاتير الأبيب هناك في حياة بلازة زرتي المكان أي زرنا بس ما لاحقنا على الفعاليات حلو الفعاليات كثيرة ومستمرة معاك وأيضا تابعي قنوات الريان وقناة الريان الفضائية عندنا برامج كثيرة رح تستمتعين فيها جاهزة حق أسئلتنا إن شاء الله قبل أبتدي معاك من أكثر واحد قريب منك هنننج في هالعيد والله ميوبوي الله يديم عليكم الفرحة إن شاء الله وتكونين معاهم بذن الله وأيضا دائما يكونون يهننج في هالعيد جاهزة حق أسئلتنا إن شاء الله بإذن الله لو قتلك يزين شمس الشتاء تعيدينها خمس مرات يزين شمس الشتاء يزين شمس الشتاء باقي واحدة يزين شمس الشتاء ودخلتي معنا السحب بجائزة مقدمة من قنوات الريان بقيمة 5000 ريان نقول لك ألف مبروك أيضا مشاهدي الكرام مستمرين معاكم في استقبال تهان العيد ونعرف أيضا شون كانت أجواء العيد وين رحتوا فيها العيد خلونا ناخد اتصال آخر ونقول لكم كل عام تطيبين يهلا مرحبا فيك في برنامج عيدكم مبارك السلام عليكم وعليكم السلام كل عام أنت بخير يا أختي وانت بخير تعرفين على اسمك من وين في قطر عاش من البكرة عاش من البكرة عاش قبل قليل زميننا محمد الشهراني كان فيه قطر كبير على بيت الرعب في سوق البكرة انت وين رحتي في العيد وزلت السوق البكرة ولا ما زرتي زرنا الأهل والقارب وزروننا وزرت سوق البكرة بس ما رحتي الخيمة ما رحتي الخيمة ونحن ندعيش زورين خيمة الرعب في سوق البكرة والفعليات كثيرة انكارك في سوق البكرة ولسوق الدوحة وللمولات التجارية فعليات كثيرة تجمعنا معاكم في قطر الحبيبة وين رحتي أول يوم العيد؟ رحتي بيت يدي وسلمت على يدي ويدتي ورحتي يمعت عماتي وسلمنا عليهم زين في حد هناش في العيد بالرسالة غريبة؟ لا زين جاهزة حقا سألتنا اليوم؟ أي جاهزة أنا بعطيه الجملة وتكررينها خمس مرات؟ إن شاء الله بعطيه الجملة مكونة من ثلاث كلمات اسمعيها زين وكرريها خمس مرات وبسرعة جاهزة؟ أي جاهزة لوري وراء لوري جوري ولا وراء لوري لا لوري وراء لوري جاهزة؟ سلون سلون عيد لوري لوري وراء لوري أسرع لوري ولا وراء لوري أسرع لوري ولا لوري وراء لوري لوري وراء لوري أسرع لوري ورا عيد عيد لأسمح بعيد ليش أخر مرة بنعيد من أول أخر مرة لوري ورا لوري سهلة لوري ورا لوري باقي واحدة لوري ورا لوري دخلت معنا السحب تسهلين يا عاشر دخلت معنا السحب على جائزة مقدمة من قناة الريان الفضائية بقيمة 5000 ريال مشاهدين الكرام نأخذ معكم اتصال والتصالات ونأخذ معكم آخر اتصال في هذه الفقرة وإن شاء الله كل فايز معنا اليوم في أسلتنا الخفيفة وأيضا نعرف وين راح في أجواء عيد الأضحى المبارك وين راح نروح اليوم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك هل نأخذ هذا الاتصال ونقول لكم يا هلا مرحبا فيكم كل عام تطيبين سلام وأنتك خير وصحة سلام إن شاء الله الله سلامت يا خديد تعرفين بسمك من وين في قطر معك عبير من الواكرة عبير من الواكرة عبير زرت الفعلات في سوق الواكرة أيوة زرناها زرتيها عبير دائما في العيد وين تروحين يعني أجواء العيد معاك وين تروحين في أول أيام عيد الأضحى المبارك نروح حق يدتي وحق الأهالي الأقارب نروح المجمعة جميل صار لش موقف غريب في العيد دعني تشوال من صديقها عزها وهنتش بالعيد أكيد الله يدوم بينكم هذا المحبة جاهزة معانا في أسالتنا الخفيفة أي نعم راح أقول لك صفحة سبعة صعبة عديها معاي خمس مرات وبسرعة صفحة سبعة صعبة بعد واحدة صفحة سبعة صعبة مبروك يسألوها الواكرة دخلت معانا على جائزة مقدمة من قنوات الريان الفضائية وبقيمة خمس تلاف ريال في نهاية البرنامج بإذن الله مشاهدين الكرام أكيد مستمرين معاق ورح نعرف الأجواء أيضا والفعاليات في قطر إن كانت في سوق الواكرة ولا سوق واقف ولا المولات التجارية لكن الهيين خلونا ننتقل حق زميننا ونديب قناة الريان غانب المعضيد غانم الفعاليات كثيرة إن كانت في سوق الواكرة كانت مع زميننا محمد الشهراني أنت إيش الأجواء عندك في سوق واقف في خيمة الفعاليات في ساحة الأحمد نعم يا مرحبا بك أخوي علي أول شيء أعيد عليك وأقول لك العام أنت بخير ثاني شيء الأجواء يا علي أجواء سعادة وأجواء فرح الأجواء هي بالفعل أجواء عيد هي بالفعل أجواء عيد ومناسبة عيد الأضحى المبارك تتواجد عدسة قناة الريان في سوق واقف اللي تقطيت مهرجان عيد الأضحى المبارك المقام في ساحة الأحمد حيث يحتفل الأخوان في سوق واقف يقومون بتنظيم هذا المهرجان في مناسبة عيد الأضحى المبارك تتواجد قناة الريان اللي تقطيت هذا المهرجان الجميل لنقل الفرحة والسعادة وأيضا لمشاركة جمهورنا الحبيبي اللي يشوفنا دايما من خلف الشاشات نشاركهم هذه الفرحة فرحة عيد الأضحى المبارك ونقول لهم عساكم من عوادة طبعا أنا في سوق واقف أغطي لكم هذه الفعاليات الجميل في الخيمة المتواجدة في ساحة الأحمد السوق واقف أنها تحتوي على ثلاث عروض مسرحية يومية في المسرح الموجود في الخيمة بالإضافة إلى الألعاب المختلفة الموجودة في سوق واقف واللي راح ألعبها أنا الآن وأخذ جولة على هذه الألعاب مع أضيوفي في هذه الفقرة ونقول يا مرحبا عيدك مبارك عرفني باسمك فايز بيسكو يا مرحبا بك يا فايز فايز اشتويت في عيد الأضحى؟ رويت طلعت ورجعنا ونسويني كل شيء ونطرع ملاوهي ونلعب وكل مبارك 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 لعبت وستنست وعمده استنست ولعبت وخاص استنست في كل الألعاب اللي هنا؟ إيه لعبتها كلها؟ إيه حلو عسى دوم الفرحة إن شاء الله يا فايز انت عرف على على الموجودين هنا عرفيني باسمك؟ فيابي كيسر يا مرحبا بك اشتويت هنا في سوق واقف؟ ألعب لعبت كل الألعاب؟ إيه مستانت سفعيد لطحة هنا في سوق واقف؟ إيه حلو الله يحفظكم عرفني باسمك؟ إيه يا مرحبا بك اشتويت هنا في سوق واقف؟ لعبت لعبت الألعاب هذي كلها؟ إيه حلو يا هلابك تعال شاسمك؟ عالمحال يا هلابك لعبت هنا في الألعاب؟ إيه كل الألعاب؟ إيه ومستانس؟ إيه حياك الله لخير يا مرحب عرفني باسمك؟ صاهود شاسمك؟ صاهود فهد؟ صاهود 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 حلو طيب اشتويت هنا في عيد لاضحة؟ لعبت الألعاب لعبت الألعاب هذي كلها؟ إيه هنا في سوق واقف في الخيمة المخصصة لفعاليات عيد لاضحة حلو جمعت عيدية كم كانت عيدية؟ مية وريال مية وريال؟ حلو اشتبي تشتري فيها؟ ماذا؟ اشتبي تشتري فيها؟ اشتبي تشتري فيها؟ اشتبي اشتري فيها اشتبي تشتري في بحيات المخصصة لفعاليات عددية إذن علي هذه هي الأجواء السعيدة هذه هي أجواء المرح الآن نرجع لك مرة ثانية يا علي والكلمة عندك تسلم يا غانم عيشتنا هذه الأجواء الجميلة في خيمة الفعليات في ساحة الأحمد في سوق واقف فعليات كثيرة مشاهدين الكرام تنتظركم إن كانت في سوق واقف في ساحة الأحمد أو سوق البكرة أكيد رح نستمر معاكم في ذكرات ونقدم لكم الكثير في برنامج عيدكم مبارك خلنا نتذكر برقام هواتفنا خمسة أربعات واحد ثمانية واحد رح نستمر معاكم إن شاء الله لكن نروح فاصل ونواصل معاكم رجل لكم مشاهديين من قناة الريان وبرنامج عيدكم مبارك مشاهدي الكرام السمرين معاكم في تقديم فقراتنا وأسألتنا الخفيفة وأيضا أنت رح تربحون معنا وتلخلون معنا على صحبات وجواز مقدمة من قناة الريان الفضائية قبل الله نتدي خلونا نشكر محل لفندر للشوكولات والزهور على هذه الزهور الجميلة اللي دائما يسعدوننا وأيضا يعطوننا الألوان الجميلة اللي تسعدنا في عيد الأضحى المبارك بيضا الله وجيهكم لفندر للشوكولات والزهور على هذه الزهور والبقات الجميلة اللي دائما يتكون معانا في برامج قناة الريان مشاهدي الكرام خلونا نذكر أيضا بمسابقة لآن على هاشتاغ برنامج أندرسكور عيدكم مبارك وأيضا نشوف الملابس العيد فرحتهم نكشة الحنة وأيضا نشوف أيضا سعيدة أطفالنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك مشاهدي الكرام نذكركم أيضا ومحبين الصور نحن مستمرين معاكم في استقبال الصور الجميلة على هاشتاغ برنامج أندرسكور عيدكم مبارك نشوف آخر الصور الصور اللي معانا اليوم هذا الصور الطفل لابس ثوب الشد والقحفية الله يحبك إن شاء الله إن شاء الله تكون سعيد في رابع أيام عيد الأضحى المبارك مشاهدي الكرام نذكركم برقام هواتفنا خمسة أربعات واحد ثمانية واحد راح تكون كم من فقراتنا وأيضا نستقبل الاتصالات ونستمتع بيتها هان العيد معكم خلنشوف أول اتصال معانا ونعرف شون كانت أجواء العيد معاه في رابع أيام عيد الأضحى المبارك كل عام أنتم بخير يا الله مرحبا فيك عرفنا باسمك سلام عليكم السلام عليكم كل عام أنتم بخير أختي عرفيننا باسمك من أين في قطر مريم من أم صلال مريم من أم صلال مريم شون كانت أجواء العيد معاك والله الحمد لله الأجواء حلوة بتعرف أيام العيد مع الأهل أكثر شيء جميل مريم من شخص كنت ما تتوقعيني يعيد عليك وعيد عليك في هذا العيد والله كلهم اللي يعيدون علي دائماً هالمره بعد يعيدوا عليك الحمد لله يعني ما في حد ما يعيد علي إن شاء الله دوم يا مريم مريم أجواء الفعاليات كثيرة خيمة الفعاليات السوق واقف في سوق الواكرة المولات التجارية وين راح تروحين اليوم في رابع أيام عيد الأطحة المبارك؟ والله أروح في شتفل أقرب لنا حلو راح تزورين فعاليات كثيرة في الدوحة؟ فيه الحمد لله أكثر شيء صراحة المجمعات والمولات يعني لأن الجو حر فخبرك واحد ما يحبل لأماكن الباردة المولات التجارية أيضاً فيها فعاليات حلوة وأيضاً نذكر سوق واقف فيه خيمة الفعاليات مكيفة سوق الواكرة فيه خيمة الفعاليات هناك بعد مكيفة فعاليات كثيرة وننصحش بالزيارة جاهزة معنا إن شاء الله حق مسابقتنا؟ إن شاء الله جاهزة أنا راح أعطيك حرف وتعطيني اسم تعطيني جماد طعام مدينة جاهزة؟ إن شاء الله الحرف مننا اليوم حرف الملمات تعطيني اسم بحرف الملمات معاست ستين ثانية إن شاء الله اسم أن أنت بحرفه؟ ماريا مارياetic على حيوان بحرف الملمات نحن مرعز نحن BS جماد بحرف الملمات مقلمة مكلمة طعام فرف تحرف الملمات موز موز بحرف الملمات مرتانيا مريتانيا خلونا نتعرف على أجوبتش هل هي مطابقة لأجوبتنا في قناة الريان وكم حصلت لجائزة اليوم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وجوائزنا اليوم مضافة لها أيضا قسام من مركز تداول خلونا نتعرف كم ربحت معنا اليوم ونعرف شون كانت جائزتش في رابع أيام عيد الأضحى المبارك ألف مبروك فستي معنا بـ 800 ريال وأيضا قسام مقدمة من مركز تداول مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في مسابقاتنا وأيضا مستمرين معاكم في استفضالة صلاتكم وثهان العيد ونعرف وين رحتوا في أجواء عيد الأضحى المبارك نأخذ التصال ونقول لك كل عام أنتوا بخير عرفنا باسمك ومن وين في قطر السلام عليكم وسلام عليكم كل عام أنتوا بخير أختي ونت بخير عرفينا باسمك ومن وين في قطر الله يحفظك خديجة من معذر خديجة من وين معذر من معذر كل عام أنتوا بخير يا أهلي معذر خديجة بلاجو أحداكم حياة بلازة أحداكم سوق واقف قريب سوق الواقرة قريب وين رحتوا في فعاليات العيد والله ما رحنا غير زيارة الأهل بس زيارة الأهل الزين خديجة من أغرب رسالة جاتش بتهنية العيد هذا عيد الأضحى والله ما في شيء غريب الحمد لله كل الأهل نعاود علينا وعاود علينا إن شاء الله دوم يا خديجة خديجة إحنا في رابع يوم معيد الأضحى الفعاليات مستمرة معنا إن شاء الله لمدة ثلاثة أيام أيضا رح تطلعين تروحين فعاليات تمرين على مولاد على أسواق أو لا؟ إن شاء الله ناويين إن شاهد روحوا جبتك في لأنظReailleurs من أخر يوم في كتيرا إن شاهد Elعاب النارية في كتيرا فعلات كثيرة ومستمرة جاهزة معانا في مسبقتنا إن شاء الله في خديجة أي جاهز إن شاء الله حرفنا خليجة حرف النون سأعطيتها إسم الخليجة تعطيني اسم الحرف النون يا خديجة أسرع نورة حيوان حرف النون نمر نمر جمادة بحرف النون نافذة نافذة طعام بحرف النون نعناء نعناء مدينة بحرف النون نيجر نيجر النيجر خلنا نعرف نشوف هل أجوبتش مطابقة لأجوبة قناة الريان وكاميرا بحتي معنا ونعرف اليوم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك إيش كانت جاستش وأيضا راح تحصلين على قسام مقدمة من المركز تداوي إن شاء الله خلنا نتعرف على جاستش ونشوفها هل هي مطابقة في أجوبة قناة الريان ولا فيها اختلاف ونعرف كن فستي علينا اليوم إن شاء الله تكونين فائزة معنا بألف ريال لكن نشوف ربحت معنا بثمانمائة ريال وقسام مقدمة من المركز تداوي نقول لك كل عام أنت بخير وإن شاء الله عد الله عليك يا سعيد نأخذ بالتصال آخر وقلكم يلا مرحبا فيكم في برنامجكم عيدكم مبارك السلام عليكم السلام عليكم السلام إيمان كل عام أنت طيبة ونت بخير من وين في قطر يا إيمان من السيلية من السيلية إيمان وين رحتي في الدوحة أجواء العيد والله والله يرحان نحن في السفل وبيت أهلي يعني نحن هنا زينا إيمان أكيد يعني وانت صغيرة ولا وانت كبيرة في يعني مواقف طريفة تحصل في العيد فهل عيد هل صار إيش موقف طريف لا لا لحد الحين لا الحد الحين لا جميل يا إيمان إيمان في أيضا الفعاليات في سوق واقف و سوق الواقرة حابة تزورين هذه الفعاليات إن شاء الله؟ إيه إن شاء الله جميل يا إيمان أيضا إيمان ندعوكم وندعو جمهورنا الكريم اليوم آخر يوم لبرنامج ليالي العيد في مسرح الراحل عبدالعزيز ناصر و راح تكون معنا مفاجآت وهدايا ومسابقات كثيرة حياكم الله في مسرح الراحل عبدالعزيز ناصر جاهزة حق مسابقتنا إن شاء الله؟ جاهزة حرفت شالله يسلمت حرف الواو عطيني اسم بحرف الواو وداد وداد حيوان بحرف الواو آآ أسرع و ... وزة وزة جماد بحرف الواو آآ ورقة ورقة طعام بحرف الواو هو أجنبات حيو الواو وردة وردة مدينة بحرف الواو مدينة آآ مدينة واو واشنطن واشنطن جاوبتي معانا إن شاء الله راح نشوف هل هي أجاباتك مطابقة لأجابات قناة الريان وأكيد راح نتعرف معاش على أجائستك كم طلعت في رابع أيام عيد الأطحى المبارك وتستهلين معانا أجبتك بعض الأجوبة مطابقة معانا راح نتعرف على أجائستك جائستك معانا إن شاء الله 800 ريال مقدمة من قلوات الريان وأيضا قسام من مركز تداودي السهلين وكل عام وأنت بخير أكيد مستمرين معاكم في استقبال الاتصالات رقام هواتفنا 5-4-1-8-1-5-4-1-8-1 نقوله كل عام وأنت طيب السلام عليكم السلام عليكم كل عام وأنت بخير أختي وأنت بخير الصحة والسلام تعرفين على اسمك إيمان من الصخامة إيمان من الصخامة إيمان شون شفت الفعاليات في عيد الأضحى المبارك والله كل شي حلو كل سنوات وطيبين إن شاء الله من العيدين والفايزين يا رب اللهم أمين معاك وين زلت الفعاليات في عيد الأضحى المبارك رحتي مكان ولا للحي؟ والله زيارات كانت أكثر شي زيارات؟ أي والله أغربتها هنا أجاد تشفيها العيد يا إيمان؟ من ولد أختي حلو حلو أغربتها يا جاد شون علمينا؟ والله تفاجأتي بصراحة ما مقدر أحكيها بس كانت مفاجأة إن شاء الله تكون مفاجأة سعيدة يا إيمان زميلة جدا الحمد لله الله هديم عليك هذه السعادة يا إيمان وإن شاء الله تكون ربحانا معانا إن شاء الله في برنامج عيدكم مبارك جاهزة لأسألتنا الخفيفة إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك لابد منك السرعة عندك 60 ثانية يا إيمان إن شاء الله الحرف حرف الهاء حرف الهاء عطيني اسم حرف الهاء هالة هالة حيوان حرف الهاء هدهد 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 جميع جماد بحرف الهاء هدية هدية طعام بحرف الهاء هاريس هاريس مدينة بحرف الهاء مدينة ساعدني شوية مدينة بحرف الهاء بسيطة مدينة أو بلد مدينة أو بلد هولندا 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 إجابتك إن شاء الله صحيحة خلا نشوف أجوبتك هل هي مطابقة لأجوبتنا في قناة الريان وكم ربحت معانا إن شاء الله راح تكون مع هديتنا وربحت قسام مقدمة من مركز تداوي في رابع أيام عيد الأضحى نقول لك ألف مبروك وربحت معانا جائزة بقيمة هنتعرف على جائزة بقيمة إن شاء الله هنتأكد من الكنترول جائزة كانت بقيمة المبلغ ونتعرف أيضا إيش ربحت اليوم معانا في رابع أيام عيد الأضحى مبارك ليه ما يجهز؟ أيضا نشوف تطابق الأسئلة معاك هرح نتعرف على جائزة ورح نستقبل اتصالات أخرى أيضا ونذك برقام هواتفنا خمسة أربعات واحد ثمانية واحد أرقام هواتفنا خمسة أربعات واحد ثمانية واحد نذكركم أيضا بهاشتاغ برنامجنا برنامج عيدكم مبارك والهاشتاغ هو هاشتاغ برنامج عند الرسكور عيدكم مبارك ورح تدخل معانا أيضا الصور اللي تشاركونا فيها المسابقات ورح نتعرف أيضا معاكم الصور اللي فاجت معانا بالمركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث وراح تكون هدايا مقدمة من مطابق ومطعم الكاتب خلنا نتعرف على ناخذ اتصال جديد ونرجع نتعرف أيضا على جائزة ختنا كم فازت معنا اليوم خلنا ناخذ اتصال نقول لك العام أنتو بخير ويالا مرحبا فيك على برنامج عيدكم مبارك ونتو بخير وصحة وسلامة عرفيني على اسمك من وين في قطر نور من الغرافة نور من الغرافة نور إحذاج مول الخليج وأيضا أزدام مول لند مارك مولات كثيرة فستبل سيتي وين رحتي والله رحنا فستبل سيتي الشيون شفت الفعلات في فستبل سيتي والله حلوة استعنى اسمت جميل يا نور نور سوق واقف وخيمة الفعاليات فيها فعاليات كثيرة ومسرحيات بهلوانية زرتيها ولا ناوية تزوريها؟ لا والله ما رحناها إن شاء الله نروحها قريبة إن شاء الله تروحيها والفعاليات كثيرة ومستمرها معاكم نزيل نور أغرب رسالة جات تشتهناء في هذا العيد والله ما في رسالة غريبة نزيل هل في موقف دائما مواقف العيد كثيرة هل في موقف مضحك معاتش موقف سعيد في العيد؟ لا يوجد شيء في بالك لا يوجد شيء في بالك إن شاء الله تكون طول أيام تسعادة يا إيمان جاهزة حق أسئلتنا إن شاء الله إي جاهزة جاهزة حق أسئلتنا حرفج حرف الياء عندك ستين ثانية حرف الياء أعطيني اسم يمنى يمنى حيوان حرف الياء يمامة يمامة جماد بحرف الياء يخت جماد بحرف الياء يخت جماد يخت طعام بحرف الياء أسرع مدينة بحرف الياء يونان طعام أو نبات مدينة مدينة يونان المدينة اليونان زين طعام أو نبات حرف الياء أسرع خمسة عشر ثانية ياسمين ياسمين طعام ياسمين لا أعطيني ياسم ثاني يقطين يقطين أوكي ياسمين طعام أو نبات زين توكلي على الله توكلي على الله إن شاء الله فائزة معنا وخلنا نتعرف كم فستي معنا وإن شاء الله تكونين فائزة معنا في الجائزة مقدمة من قناة الريان الجائزة كلها راح نتعرف كم فستي معنا اليوم في رابع أيام عيد الأطحى المبارك فستي معنا بـ 800 ريال وقسائم مقدمة من مركز تداوي أثليل يسعدنا استقبال اتصالاتكم وكل فائز معنا وإحنا فائزين باتصالاتكم وأتهاني العيد معكم أقول لكم كل عام أنتم بخير ويلا مرحبا فيكم من معانا السلام عليكم السلام عليكم طيب مشاهدين الكرام دعونا نذكر بمسابقتنا في الإنستجرام على برنامج أندرسكور عيدكم مبارك هاشتاغ برنامج أندرسكور عيدكم مبارك مشاهدين الكرام أكيد رح نستمر معاكم ونرجع نعرف مليا فائز معنا خلنا نروح فاصل ونواصلوا إياكم رجعنا لكم مشاهدين الكرام رجعنا لكم في برنامج عيدكم مبارك ونحن نتعرف معاكم على مسابقتنا ومحبين التواصل الاجتماعي والتصوير وبالتحديد على الإنستجرام على هاشتاغ برنامج أندرسكور عيدكم مبارك خلنا نتعرف من فائز معانا من الصور واللي شارك معانا اليوم في برنامج عيدكم مبارك كان الفائز الأول معانا نجود الكباسي ألف مبروكة نجود في استماعانا بجائزة قيمة ألفين ريال المقدمة من مطعم ومطابخ الكاتم ألف مبروكة نجود والله يحفظت إن شاء الله ونشكرتش على مشاركة الأهل أيضا في هاشتاغ برنامج أندرسكور عيدكم مبارك الفائز الثاني بجائزة ألف وخمسين متر ريال سيف النعيمي سيف النعيمي باسم هذه الصورة سيف النعيمي ألف مبروك في استماعانا بجائزة ألف وخمسين متر ريال مقدمة من مطعم ومطابخ الكاتم ألف مبروك والله يحافظها اللبنية الجميلة نلابسها البطولة الجميلة تميم القحطاني كان هو الفائز الثالث معانا بجائزة قيمتها ألف ريال مقدمة من مطعم ومطابخ الكاتم ألف مبروك يا تميم وألف مبروك يا سيف وألف مبروك يا نجود ونشكركم على تفاعلكم معانا في برنامج عيدكم مبارك لكن حين وصلنا مشاهدي الكرام عند الجواز الكبيرة وهي جائزة سؤال الإجابة علينا والسؤال عليكم وجائزة تكرار الجمل بسم الله الرحمن الرحيم رح نعرف ملي فائز معانا بقيمة خمس تلاف ريال في رابع أيام عيد الأضحى مبارك ورح تكون إجازة سعيدة معاه وجائزة خمس تلاف ريال سنتعرف ملي فائز معانا في سؤال الإجابة علينا والسؤال عليكم نتوقع جاسم ألف مبروك يا جاسم فاس معانا بجائزة بقيمة خمس تلاف ريال مقدمة من قنوات الريان الفضائية ألف مبروك يا جاسم جائزة بقيمة خمس تلاف ريال في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وفي برنامج عيدكم مبارك ناخذ الجائزة الثانية وبقيمة خمس تلاف ريال على تكرار الجمل ونقول من فاز معانا اليوم في الجائزة الثانية عبير ألف مبروك يا عبير قيمة جائزة خمس تلاف ريال مقدمة من قنوات الريان الفضائية ألف مبروك يا عبير فاز معانا جاسم وفازت معانا عبير وأيضا فازوا معانا الأطفال وصور الجميلة اللي كانت على هاشتاغ برنامجنا هاشتاغ برنامج اندرسكور عيدكم مبارك شهدي الكرام استبتعنا معاكم قيلة أيام عيد الأضحى المبارك استقبلنا فيها اتصالاتكم وتهان العيد وكنا سعداء بمشاركتكم إن كانت عن طريق الاتصالات أو الانستجرام أو أيضا عن طريق التهان أشكركم على حسن المتابعة وأيضا أشكر الفريق العامل على برنامج عيدكم مبارك وإن شاء الله سنتقل معاكم في برامج ثانية وكل عام وإنتوا بخير وعساكم من عوادة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر